يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة الليلة بنظيره التونسي ضمن منافسات البطولة الودية الربعية وكان المنتخب قد خسر في افتتاح البطولة ماما نظيره البولندي بفارق 41 نقطة في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس هذا وتأتي مشاركة السقور في البطولة ضمن تحضيراتهم لخوض غمار نهائيات كأس العالم والتي تنطلق أواخر الشهر الحالي يذكر أن قرعة كأس العالم وضعت المنتخب في المجموعة السابعة إلى جانب كل من جمهورية الدومينيكان وألمانيا وفرنسا يستضيف نادي منشستر يونايتد يوم غدا نظيره تشالسي في قمة لقاءة الجولة الأولى من الدورة الإنجليز الممتاز بريمير ليغ ويدخل الشيطين الحمر بقيادة مدربه من نرويجي أولي سولشاير المباراة بطموحات جديدة رغبة في تحقيق أول ثلاث نقاط في الموسم على حساب الفريق اللندني بقيادة مدربه الجديد فرانك لامبرد والذي خسر جهود أفضل نجومها البلجيكي يدن هزارد بعد رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى العملاق الإسباني ريال مدريد أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعرض حارسه البرازيلي ألسون باكير لإصابة سيغيب على إثرها عن لقاء السوبر الأوروبي والتي تجمع ليفربول بتشلسي يوم الأربعاء المقبل ووفقا للموقع الرسمي للنادي فأن ألسون سيغيب عن مواجهة السوبر الأوروبي بعد تعرضه لإصابة في مباراة فريقها ماما نوريتش سيتي في افتتاح البريمير ليغ والتي أقيمت يوم أمس هذا تم استبدال حارس البرازيلي في الدقيقة الثامنية وثلاثين من المباراة التي فاز فيها الرز بأربعة أهداف مقابل هدف أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تمديد عقد لعبه البرازيلي لوكاس مورا حتى نهاية عام الفين واربعة وعشرين وكشف توتنهام عن خبر تجديد عقد مهاجمه عبر بيان نشره على موقعه الرسمي قال فيه إن التجديد مع مورا جاء بناء على توصيات من المدرب بوكتشينو من جانبه عبر مورا عن سعدته مؤكدا سعيه لبذل قصار جهده وجلب البطولات للنادي ويدين توتنهام لمورا بتأهله لنهاء دور أبطال أوروبا الموسم الواضي بتسجيله لثلاثية في عقر داريا يكسا مستردام الهولندي في إياب الدور نصف النهائي هذا ولعب مورا مع توتنهام ستين مباراتا في جميع البطولات سجل قلالها ستة عشر هدفا يلتقي نادي برشلونة الإسباني ليلة بنظيره نابولي الإيطالي في ثاني مواجهة ودية بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية وتغلب برشلونة على نابولي في اللقاء الأول يوم الأربع الماضي بهدفين مقابل أهدف ويغيب عن لقاء الليلة النجم الأرجنتيني لينال ميسي والذي لم يتمكن من السفر مع بعثة برشلونة بعد تعرضه للإصابة هذا ويستعد برشلونة لإفتتاح موسمه الكروي الجديد في الدور الإسباني حينما يحل ضيفا على تلاتيكو بلباو في السادس عشر من شهر آب الحالي وبالانتقال إلى خبر آخر تهر الإسباني رفي الندال إلى نصف نهاي بطولة مونتريال لتنس بعد إقصائه للإيطالي فابيو فونيني فونيني دخل اللقاء بقوة منهية المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-2 قبل أن ينطفد ندال ويحسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته بنتيجة 6-1-6-2 منتزعا بطاقة العبور وبهذا الفوز سأر ندال من فونيني بعدما حقق الإيطالي واحدة من أكبر مفاجأة الموسم بالإطاحة بالإسباني من بطولة مونتي كارلو للأساتذة على الملاعب الترابية هذا العام